أفاد التقارير باعتقال فريدة مراد خاني ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي على خلفية حوار عبر تطبيق زوم تخلى له مديح لأرملة شاه إيران المطاح به عام 79 فريدة مراد خاني هي نجلة سيدة بدري شقيقة خامنائي وكانت بدري اعترضت على سياسة شقيقها وخاصة تطبيق عقوبة الإعدام فغادرت إيران إلى العراق مع عائلتها في ثمانينية القرن الماضي خلال الحرب مع إيران وانضمت إلى المعارضة هناك لا يعرف السبب الحقيقي وراء اعتقالها لكن من المرجح من مصادر من عائلتها وتقارير إيرانية أن تكون علاقتها بفرح بهلوي المقيمة في المنفى بفرنسا قد أدت لاعتقالها محمود مراد خاني شقيق فريدة صرح لقناة إيران انترناشنال أن الأمن نقل فريدة إلى سجن إيفين بطهران وكانت قد ألقت شعرا يوم الخميس الماضي امتدحت فيه فرح بهلوي زوجة شاه إيران السابق تلك العلاقة بين السيدتين ظهرت جليا في محادثة مباشرة بينهما عبر زون دعت فيها فريدة أرملة الشاه للقدوم إلى إيران وقالت إنك ستجلبين معك الحب والأنوار والمودة درود برشه بانو زاد روزتون رو تبریک عرض میکنم همونطور که بانو نازمی فهمودن قصد داشتیم هدیه درخور شعنتون با حضورمون در خزر یا خلیج فارس در أربورس یا زاکروس در سیستان یا خوزستان در خراسان یا آزربایجان خدمتتون تقدیم کنیم ولی مقدر نشد گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی گنجه فقط میخوام دب نوشته رو تقدیم حضورتون کنم در روزتون اما فرزندانت هرگز فراموشت نکردم آخر میدانی هر گوشه از خانه بوی تو را میداد به چهره خندانت در جای جای این سرزمین لبخند را بر لبان فرزندانت منشاند هرگز هرگز آمیدشان را برای با تو بودن از دست ندادند استمعتم الى القصیدتی کاملتا اما عن جهت الاعتقال فقال شقیقها محمود ان وزارة الاستخبارات او رجال امن من هذه الوزارة داهموا منزلها وصادروا بعض اعراضها الشخصية وتم نقلوها الى سجن هو سجن ايفين سيئ السمعة والذي يشع انه مخصص للمعتقلين السياسيين المغردون نفحت الملكوت تقول عجبني في ایران انها تحكم بالعدل فعلا فالمذنم مدان حتى لو كان اقرب المقربيين من اعلى رأس بالسلطة فيليد جماعة المحسوبيات في بلدانين العربية يتعلمون قليلا من الانصاف منهم ابو مصطفى الكعبي يقول معنات ايران تطبق القانون على الكل بدون استثناء علي رضا يقول النصر للجمهورية الاسلامية الايرانية وقادتها الابطال شعب متحرر ويحب حكومته امتم شبلاكم ابو المجد الماجد يقول في الدول المتحررة والديمقراطية لا احد يعطي لهذا الثناء اي اهمية والرأي الشخصي محترم وهو حق للجميع اما عند البعض فالامر مختلف وقد يصل الحكم فيه للاعدام فرح ديبة او فرح بهلوي هي كانت اخر ملكة وامبراطورة في ايران قبل الثورة والتي اطاحت بالشاه في عام 1979 هذه بعض المعلومات حول حياتها اشتركوا في القناة شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة واعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها